موسيقى أهلا بكم في النشرة الاقتصادية ونستهلها دائما بأبرز العنوي قيادي حوثي يسطع على 1670 لبنة خلال عامين في أمانة العاصمة موسيقى فريشيا الحوثي ترفض انزال حمولة سفينة من القمح في ميناء الحديدة موسيقى نقابة البنوك والمصارف تبدأ إضرابا جزئيا احتجاجا على تدخلات الانتقال موسيقى أهلا بكم واصلت سعر العمرات الاجنبية ارتفاعها خلال تعاملات اليوم الأحد في الأسواق المصرفية أمام الريال الوطني وقل مصرف يونري من شباب إن سعر الدولار الأمريكي سجل في مناطق الحكومة 933 ريال للشراء ونحو 938 ريال للبيع في حين استقر سعر الدولار بصنع عند حاجز 600 ريال كما ارتفع سعر الريال السعودي مقابل العمرة الوطنية إلى 245 ريال للشراء و246 ريال للبيع ويأتي هذا التدهور وسط أزمة سيولة في النقد الأجنبي يعاني منها البنك المركزي بظل تعطيل الموارد الخارجية والتشتت الإيرادات المحلية واستمرار الانقسام النقدي والمصرفي أعلن مركز العاصمة الإعلامي عن سطو والسلاء قيادي حثي على نحو 1670 لبنة من الأراضي والعقارات في أمانة العاصمة بعضها تابعة للدولة وأخرى مملوكة لأشخاص آخرين وبحسب إحصائية الميدانية فإن القيادي الحوثي والمعين مديرا للأوقاف في أمانة العاصمة عبدالله عامر وبتوجيه من عبد المجيد الحوثي رئيس الهيئة العليا للأوقاف استولى على نحو 1670 لبنة في أمانة العاصمة فقط خلال عامين منذ منتصف العام 2019 وحتى اليوم يونيو 2021 وتنوعت الأراضي المنهوبة من أراضي خاصة بمواطنين وتجار وأخرى مملوكة للدولة وأخرى وقفية بعقود تأجير قانونية إضافة إلى الاستيلاء على أربعة فنادق وثلاثة وعشرين محالا تجاريا ومنشأة أعمال وسبعة أبراج ومباني أعمال وصك القياد الحوثي عبدالله عامر خلال الفترة ذاتها 663 عقد تأجير للأراضي والمرافق المنهوبة وأخرى جرى تأجيرها رغم أنها مرافق حكومية تحتلها الجماعة لتبلغ مساحة ما جرى تأجيره خلال عامين ونصف ما يتجاوز 5.2 مليون لبنة عشارية وتجني الميليشيا من هذه العملية ما يتجاوز 2.4 مليار ريال وللحديث أكثر عن هذا الموضع ينضم لنا عبر الهاتف عضو أو مدير مركز العاصمة الإعلامية سيد نبيل صلاح مرحبا بك سيد نبيل أنتم أعلنتم أن هناك عملية سطو واستيلاء منظمة لأراضي وعقارات الدولة وكذلك أراضي مواطنين وتجار في البداية ضعنا في تفاصيل عملية النهب والتجريف التي تتعرض لها أراضي وعقارات الدولة في صنع أهلا وسهلا بكم سيد الكريم نحن في مركز العاصمة الإعلامية نتابع موضوع التجريف منذ انجلاب مليشيات الحوثي قبل نهاية أو آخر العام 2014 ما ذكرناك تقريرا للأخير هو ما يخط الملط أو طفاع الأوقات الذي مليشيات الحوثي تحاول من سلالة تحويل العاصمة وطلعة إلى موقف نعم سيد نبيل صلاح أنت معنا تفضل نعم سيد نبيل صلاح أنا أسمعك يعني أنتم ذكرتم أن هناك إعلان أعلنتم أن هناك عملية ساطو واستيلاء منظمة لأراضي وعقارات الدولة وكذلك أراضي مواطنين وتجار أكمل التفاصيل نعم سيد نبيل صلاح إن كنت تسمعني أنت على الهواء مباشرة تفضل إذن نشكر مدير مركز العاصمة الإعلامي سيد نبيل صلاح هناك يبدو أن هناك مشكلة في الاتصال وأعود إلى الأخبار رفضت ميليشيا الحوثي أمس سابت السماح بإفراغ حمولة سفينة قمح عبر ميناء الحديدة تابعة لمنظمات أممية وقلت مصادر محلية أن ميليشيا الحوثي أعاقت عمل المنظمات الأممية ومنعت وصول المساعدات وترفض إنزال حمولة سفينة من القمح في ميناء الحديدة وأضافت المصادر أن الميليشيا الحوثية أجبرت السفينة على الخروج ومغادرة ميناء الحديدة مشيرة إلى أن السفينة غلوريس سي تتبع برنامج الغذاء العالمي وتحمل 12500 طن من القمح دعت النقابة العامة للمصارف والمنوك والضرائب والتأمينات والأعمال المالية إلى إضراب جزئي يبدأ صباح اليوم الأحد احتجاجا على استمرار تدخلات المجلس الانتقالي السعية إلى تعطيل العمل النقابي وقالت النقابة في بيان إن الإجراء يأتي ردا على محاولة فرض كيان وهمي مدعوما من المجلس الانتقالي على حساب إقصاء القيادات النقابية المنتخبة وبتواطئ من مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل في عدن وكانت النقابة قد أصدرت الأسبوع الفائتة بيانا اتهمت فيها المجلس الانتقالي صراحة بدعم شخصية نصلة لها بالعمل النقابي وتحت مسمى نقابات عمال الجنوب لغرض تسييس العمل النقابي وتجييره لمصالح سياسية بعيدا عن مصالح الموظفين وافق البنك الدولي على تقديم منح بقيمة عشرين مليون دولار دعم لإطلاق حملة التطعيم في اليمن ضد فيروس كورونا باستخدام لقاحات مأمونة وفعالة وتقوية قدرات النظام الصحي اليمني في التصدي للجائحة وأوضح وزير التخطيط والتعاون الدولية الدكتور واعد باذيب إن هذه المنح تضم تسعة ملايين دولار من المؤسسة الدولية للتنمية وسبعة فاصل ستة وسبعين ملايين دولار من وزارة الخارجية وشؤون الكومونولوث والتنمية في المبلكة المتحدة وثلاثة فاصل خمسة وعشرين ملايين دولار من صندوق التأهب والاستجابة للطوارئ الصحية وذلك يمثل أول تمويل إضافية لمشروع التصدي لجائحة كورونا في اليمن وأكد أن الموارد الإضافية ستدعم جانبا من تكاليف إعطاء اللقاحات لما يقل عن 1.3 مليون شخص قال رئيس مجموعة البنك الإسلامي أنه يعتزم عقد شركات إقليمية ودولية لحجد موارد لتمويل مشاريع تنموية في اليمن وأكدا أن البنك يستجيب لاحتياجات اليمن في مجالة التنمية وخاصة في مجالات الزراعة والأسماك والتنمية البشرية وأوضح خلال لقاء الحكومين في جدا أنه سيظل شريكا تنمويا لليمن حيث تجاوزت تمويلاته مليارا وثلاثمائة مليون دولار منذ العام 1980 وحتى اليوم وصارد الاجتماع مشاريع المحفظة المختلفة قيد التنفيذ والمشاريع التي يتم التخطيط لتنفيذها في الأيام القادمة فاضلا عن بحث إمكانيات توسيع أفاق التعاون المستقبلي ناقش فريق البنك المركزي برئاسة نائب محافظ البنك شكيب حبيشي بمقر البنك في العاصمة المؤقتة عدن مع فريق خبراء براغما بقيادة الخبيرة في الرقابة المصرفية على البنوك بير سكاين ناقش الدعم الفني المقدم من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID قدرات وتطوير أداء البنك المركزي وفقا للمعايير الدولية واجرى خلال اللقاء استعراض مناقشة مستوى تنفيذ مكون تطوير قطاع الرقابة على البنوك بسيق مصفوفة الخطة تنفيذية المعدلة والمقدمة من الخبراء والمقررة من قبل مجلس إدارة البنك المركزي كما تم التطرق إلى خطة تطوير هيكل قطاع الرقابة على البنوك وتحديث أليات عمله وبناء قدرات الكادر الوظيف لتنفيذ المهام المحددة بالخطة قدم في مدينة تعز عبر إحدى المؤسسات نحو 15 مشروعاً ضمن مشاريع التمكين الاقتصادي للأسر شديدة العوز وبدعم من جمعيات كويتية للعام الثاني على التوالي انتزعت الإعاقة كل ملامح البهجة من محياه لا مال لا عمل لا أحد يستند عليه في ضائقة الحياة منذ أعاقته الأقدار عن مواصلة مشواره في الكفاح من أجل لقمة العيش لم تكن الأوضاع مؤاتية لطموحات وتطلعات فضل عبدالله وأسرته فقد أصيب بغرغرينة في قدمه اليسرى أدت إلى بترها قبل عشر سنوات لم تنتهي حكاية الإعاقة هنا فما زالت الغرغرينة تأكل قدمه اليمنى حتى اليوم يقول وقد بلغ به الألم منتهاه أخشى أن يكون مصيرها كقدمي اليسرى فلا أستطيع الوقوف من جديد كما ترون الرجل اليسرى مبتور واليمنى في بغرغرينة ما الموظف ولا معين أي اتجاه ولا معين أي مكان كنت اشتغل بعدا شاقي عامل ولما تعورت وهذا إعاقة خلاص وقفت معا في عمل لا من هنا ولا من هنا ابتسامة عابرة لامست معاناة فاضل فظل مبتهجا بها منذ دقة جرس هاتفه الاتصال الذي أبلغته فيه مؤسسة اليتامة بتبني مشروعه الخاص ضمن خمس عشرة أسرة استهدفتهم المؤسسة في مشروع بسمه اثنين في مدينة تعز بيشتغل على ولدي معي ابن عذا بيشتغل على وسائدنا في حاجات كثيرة خمسة عشر مشروعا ضمن مشاريع التمكين الاقتصادي للأسر شديدة العوز تتبنىها دولة الكويت للعام الثاني على التوالي وذلك من خلال تمليك المستهدفين لمشاريعهم الخاصة وإعالتهم لمدة عام استفاد من مشروع عدد خمس عشر أسرة من أسرة الفقيرة المشروع تكون من عشر دراجات نارية بالإضافة إلى ثلاثة أكشاك مواد غذائية وكوشك طباعة وإخراج ومعمل خياط وتطريز المشروع بتمويل كريم المحسنين في دولة الكويت الشقيق وإشراف الجمعية الخيرية العالمية للتنمية والتطوير مشاريع ومنذ قلاب الحوتيين وحصارهم لمدينة تعز شكلت دولة الكويت رافدا اقتصاديا للكثير من الأسر فقم من معاناتها انهيار العملة وارتفاع الأسعار والبطالة والحاجة ستعمل هذه المشاريع مشاريع بسمة على التخفيف من أعداد البطالة في مدينة تعز المدينة المحاصرة منذ السبعة أعوام عبد العزة المحاني يمن الشباب تعز أقدمت ميليشي الحوثي في محافظة إب على شنق المواطن حمد الحبيش وتعليق جثته على شاحنته التي يستقدمها في نقل الأحجار وبيعها على خلفية رفضه دفع جبايات مالية تحت مسمى الخمس وقلت مصادر محلية أن ضحية الحبيشي تلقى عقوبة القتل شنقا بسبب رفضه دفع إتاوات وجبايات فرضها مشرف الميليشيا بينها الخمس على كل حمولة نقل للصخور ويعمل الحبيشي في نقل الأحجار في جبل العقر بمديرية السيان إلى مناطق متفرقة من عاصمة المحافظة وضواحيها لإعالة أسرته في ظل ترد الأوضاع المعيشية وامتناع الحوثيين عن دفع مرتبات الموظفين وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين وكثفت الميليشيا من حملة الجبايات ذات المسميات المتعددة على المواطنين وأصحاب المحال التجاري ومزاولي مختلف المهن ارتكبت ميليشيا الحوثي جريمة جديدة بحق عمال مجمع إخوان ثابت الصناعي والتجاري داخل مدينة الحديدة هي الثانية من نوعها خلال الشهر الجاري وقالت مصادر عاملة في المجمع أن ميليشيا الحوثي استهدفت مصنعا للألبان والبقوليات بأربع قذائف هون سقطت قرب خط الانتاج ما أسفر عن إصابة أحد العمال إصابة بليغة نقل على إثرها لتلقي العلاج في مستشفى الدريهم الميداني جنوب الحديدة وتعد الجريمة هي الثانية من نوعها خلال الشهر الجاري حيث استشهد عامل فيما أصيب عدد من زملائه بحالة إغماء جراء قصف بقذائف الهون تسببت في توقف خطوط الانتاج لأيام تتاجه أسعار النفط لتسجيل أول خسارة أسبوعية في أربعة أسابيع بعد هبوطها للجلسة الثانية على التوالي وهبطت أسعار النفط بعد موجة صعود على مدى خمس جلسات متتالية متأثرة بصعود قوي للدولار إثر تلميحات الاحتياطية الفيدرالي الأمريكي يرفع الفائدة خلال وقت أقرب من المتوقع وهبطت عقود خام برينت القياسي تسليم أغسطس 39 سنة لتتداول عند 72 دولاراً وتسعة وستين سنة للبرميل ونزلت عقود خام غرب تكساس الوسط الأمريكي تسليم يوليو 26 سنة إلى 70 دولاراً وثمانية وسبعين سنة للبرميل وكانت أسعار الخام القياسيين قد هبطت بنسبة وصلت إلى 1.8% لمزيج برينت و1.5% للخام الأمريكي لتنزل عند ذروة حوالي ثلاث سنوات أظهرت أرقام المبادرة المشتركة للبيانات النفطية جودي تراجع صدرات الصعودية من النفط الخام بنسبة 4.10% على أساس شهري في أبريل الماضي أدنى مستوى لها منذ يونيو 2020 وبلغت صدرات المملكة 5.408 ملايين برميل يومياً في أبريل الماضي مقابل 5.427 ملايين برميل يومياً في مارس السابق له وصدرات الصعودية في أبريل هي الأدنى منذ يونيو 2020 والبلغة حينها 4.98 ملايين برميل يومياً وانخفض إنتاج الصعودية في أبريل 2021 بنسبة وصلت إلى 5.100% على أساس شهري إلى 8.134 ملايين برميل يومياً من 8.138 ملايين برميل يومياً في مارس السابق له وقبل الختام كما عودناكم دائماً هذه جولة سريعة على أسعار العملات ترجمة نانسي قنقر لهذا وصلنا وإياكم مشاهدين الكرام إلى ختام نشرتنا للاقتصادي أشكركم على كرم المتابعة إلى اللقاء اشتركوا في القناة